تابعت اللجنة والعليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات ناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة وعلى ضوء البيانات التي وردت من وزارة الصحة فقد تم تسجيل 15 حالة جديدة من المتحور اوميكرون في سلطنة عمان تخضع حاليا للتقص الوبائي وتحثوا اللجنة والعليا الجميع على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات بجميع أنواعها والمحافظة على نظافة اليدين كما تهيب بكل من هم في سن الثامنة عشر فما فوق إلى المبادرة لتلقي الجرع المعززة من لقاح كوفيد 19 المتوفر في مؤسسات الرعاية الأولية حفظ الله الجميع من شر الأوبئة ومن كل سوء ومكروه حفظ الله الجميع